كسرت وهزمت في معظم الأرض التي كانت تسيطر عليها وهروب أغلب عناصرها وقياداتها لأماكن مختلفة باتت جماعات والتنظيمات الأرهابية المتطرفة تحاول إثبات وجودها من جديد على أرض الواقع بعدما وصلت لمرحلة الاندثار هذه المرة المحاولة جاءت متزامنة لعدد من زعماء جماعات الأرهابية وعبر وسائل مرئية ومسموعة تكشف فيها تلك الزعامات عن صورتها لتدل على إنها لازال تتحدى الأجهزة الأمنية في مختلف بقاع العالم تحاول تلك الشخصيات من خلال هذه الوسائل أن تبعث برسائل قوة وإعادة الثقة لعناصرها المنكسرة بأن تنشط من جديد حيث نشرت هيئة تحرير الشام ما يعرف عنها سابقا باسم جبهة النصر مقطع فيديوي لزعيمها أبو محمد جولاني والذي يحذر فيه معظم التنظيمات المسلحة الأخرى من الأقدام على أي عملية للتفاوض أو عقد اتفاق مع الحكومات في الدول المقتصبة حسب تعبيره مشيرا إلى ضرورة الاستمرار بالقتال حتى تحقيق النصر والتحرير أما زعيم عصابات داعش الأرهابية أبو بكر البغدادي فهو الآخر بعث برسالة وعبر تسجيلا صوتي يؤكد من خلاله على ذكر أحداث قد وقعت في الفترة القليلة الماضية يدل بذلك على أنه لا يزال على قيد الحياة بعدما أشيع عن مقتله فيما أرسل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري برسالة لأنصاره يحثهم فيها على ضرورة الجهاد والقتال ضد المرتدين جميع هذه الرسائل لزعامات التنظيمات الثلاثة ظهرت في آن واحد إذ يرى مختصون على أنها محاولة لإعادة الثقة لأفراد تلك الجماعات وتوحيد صفوفها لتأتي بعد تلك الرسائل قيام بعض الجماعات بعمليات إرهابية في عدة دول كان آخرها في فرنسا وبريطانيا إضافة إلى إعلان ما يسمى بهيئة تحرير الشام عن استعدادها لتحرير الشمال السوري التي تعد آخر المعاقل لتلك الجماعات من بغداد كرار زيدي بابليو تيفي